اشتركوا في القناة والذي يقام خلال الفترة من الثامن إلى العشرين من سبتمبر الجاري من جانبه أكد فوتيل أن التدريب يعكس أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة تحتفل القوات المسلحة اليوم باليوبين الذهبي لسلاح المدفعية والذي يتواكب مع مرور خمسين عاما على تفوق سلاح المدفعية في الثامن من سبتمبر عام 1968 أثناء حرب الاستنزاف حيث نجح أبطال رجال المدفعية في تحديد مواقع العدو على ضفة شرقية للقناة وتحويلها إلى كتلة من النيران اتزامن الاحتفال مع اقتراب الذكرى الخامسة والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيد عام 1973 قضت دائرة 28 إرهاب بمحكمة جنيات جنوب القاهرة بالإعدام شنقا لصف الحجازي ومحمد البلتاجي وعصام الأريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وتسعة وستين آخرين في قضية فضع اعتصام رابعة المسلح كما قضت المحكمة باستجن المؤبد لمحمد بديا وعصام سلطان وباسم عودة واثنين واربعين آخرين من قيادات جماعة الإخوان الارهابية في ذات القضية كما قضت المحكمة بالسجن المشدد خمس عشرة سنة ضد ثلاثمائة واربعة وسبعين متهمة اعلنت هيئة السكك الحديد تخصيص أربعمائة وخمسين مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل مئتي عربة درجة ثالثة عادية يتي ذلك ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات بالإضافة إلى العربات الجديدة الألف وثلاثمائة التي تعتزم الهيئة شراءها أشارت الهيئة أيضا إلى أنه يجري تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية من تحديث للإشارات وشراء عربات وجرارات جديدة ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية قررت قيادة عمليات البصرة رفع حظر التجوال المفروض على المحافظة منذ ليلة أمس وأكد مصدر أمني عودة الحياة في المحافظة إلى طبيعتها فيما يخص حركة الموظفين والسيارات كانت البصرة قد شهدت تظاهرات حاشدة وأعمال تخريب وحرقا للمباني والمؤسسات الحكومية خلال الأيام الماضية من جانب آخر قتل تسعة أشخاص وأصيب ثلاثون آخرون في قصف إيراني استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل العراقية أكد وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني أن تصريحات المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين جرافيث كانت مبررة للحوثيين للتغيب عن المباحثات خلال مطامر صحفي ودعا اليماني المجتمع الدولي إلى أن يتطلع بمسؤولياته في تطبيق القرارات الدولية والمبادرة الخالجية ويكون أكثر جدية في التعامل مع الحوثيين مشيرا إلى أن الانقلابين يقابلون الجهود الدولية للسلام بالاستهطار أعلنت مصادر سورية مقتلى خمسة أشخاص بينهم مسلحون في قصف للجيش السوري على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب وقالت المصادر السورية أن فصائل المعارضة ردت على قصف مناطقها بقصف مواقع خضع تل سيطرة الجيش في ريف حماية الشمالية ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص أدانت روسيا اتهام الدول الغربية لها بتسميم العميل الروسي السابق سيرجيس كريبال وقالت وزارة الخارجية الروسية أن البيانة المشترك لبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة جدد اتهامات لا أساس لها ضد موسكو في حدثتين تسميمة بمدينتي السالسبوري وإمسبوري البريطانيتين أضافت أن موسكو عرضت مرارا على الجانب البريطاني إجراء التحقيق معا للتحقق في كل الواقعتين احتمال موجود والسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة